كتاب الله معهدي النبي طريق هداية للحائرين هو النبراس والتبيان حقا يثبت قلبنا يحيل يقينا إذا معرمت أن تحيا سعيدا قرير العين صدرك مطمئنا فعن شرع الإله استفت دوما وأكثر من سؤال المصلحين فمن يلزم لأمر الله يحيا سعيدا هانئا دنيا ودينا إختي وأحبتي في الله أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأحمد إليكم الله الذي أغدق علينا نعمه ظاهرة وباطلة نحمد الله نحمد الله الذي أحاطنا بهذا الفضل من كل جانب نحمده إذ جعلنا مسلمين نحمده إذ اختار لنا أشرف كتبه نحمده إذ أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا خير رسله واختار لنا الإسلام دينا نحمده إذ بلغنا رمضان ثم نحمده مرات ومرات إذ بلغنا العشر الأخيرة من رمضان نحمده على ذلك كله حبا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه ربنا لك الحمد على نعمك التي لا تحد ولا تعد ربنا لك الحمد على آلائك وفضلك التي وعدت من شكرك عليها أن تزيد اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله نشهد أنه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما كان من شر فقد حذرنا عنه علمه من علمه وجهله من جهله اللهم صلي على البشير النذير والسراج المنير الذي أرسله الله على حين فترة من الرسل ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأبان الله لنا معالم الحق التي توصلنا إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يسير على هديه ويتبع شرعه وسنته حتى نلقاك يا رب العالمين يا أيها الأحبة هذه الأيام الطيبة المباركة هي أيام العشر الأواخر من رمضان هي درة العام هي الدرة التي يهبها الله الصالحين الصادقين والمؤمنين المقبلين الذين ينتهزون الفرص ويستفيدون من المنح الربانية والمواهب الإلهية هذه الأيام أيام طيبة مباركة تخشع فيها القلوب وتستقر فيها الأرواح بل وحتى يشعر الإنسان بسعادة كبيرة لأن غذاء روحه قد ارتقى ومنابع الهدى فيه قد علت لأنه أقبل على الله ومن أقبل على الله أقبل الله عليه أليس ربنا هو الذي قال إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا جاءني يمشي أتيت هرولة دليل على أن ربك يقبلك ويحبك ولكن أين نحن من أن نتلمس الطرائق التي تحيننا والوسائل التي تعيننا على أن نركب موجة الوصول الآمن إلى الله عز وجل من أراد ذلك فهذه أيام الاغتراف هذه أيام الارتواء أن ترتوي روحك أن يقوى يقينك أن ترتفع مداركك بالحق ليبصرك الله وليهبك الله بعد ذلك فرقانا تستطيع من خلاله بموهبة من الله أن تألف الحق وتأنس به وأن تكره الباطل والمنكر هذا الشيء الذي يغضبك من الله تجد أن نفسك نافرة منه لأن الله قد حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان نعم بسم الله نبدأ أيها الأحبة بهذه الحلقة بسم الله بهذه الرسائل توصلتنا بالفيديو تفضل عندي سؤال عن حضرتك بالنسبة للمقصر إذا كنت مقصر في الصلاة على سفر وصليت وراء مقيم وراء مقيمين في جماعة مع مقيم فماذا أفعل يعني هل أنتظر إلى أن أسلم معهم في النهاية ولا أصلي عادي الصلاة بدون قصر بارك الله فيه من المنح الربانية لنا ومن عطاء الله لنا ومن تيسير هذا الدين لهذه الأمة أن الله عز وجل قد أعطاهم إنهم سافروا مسافة قصر وكان سفرهم سفر طاعة أو إباحة ولسفر معصية نسأل الله السلامة والعافية إذا كانوا سيسافرون سفر طاعة أو إباحة طاعة يذهب إلى الحج إلى العمرة إلى طلب العلم إلى زيارة الوالدين إلى صلة الرحم إلى الإحسان للفقراء إلى رعاية الأيتم إلى غيرها وسفروا إباحة أن يذهب يتمشى مع أولاده وأهله أو لوحده يتمشى في فجال الأرض وينظر ما أودع الله فيها من الخير هذان في هاتين الحالتين وإذا كانت مسافة السفر مسافة قصر ومسافة القصر تقريبا كما ذكرها أهل العلم مرحلتان بدبيب الأقدام وحمل الأثقال ودبيب الأقدام وحمل الأثقال قدرت ما بين سبعين إلى ثبانين كيلة كيلة أصح من كيلو عليه حال إذا كانت هذه السفر فإن الله قد أباح له أن يقصر الصلاة إن هو سافر إن هو سافر لكن لو قدر أن يصلي خلف إمام مقيم مع أن السنة في حقه أن يقصر يقصر الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام في كل أسفاره عليه الصلاة والسلام ما أتم صلاة في سفر لأنه الذي كان يأم المسلمين وهم مسافرون فكان يقصر بهم الصلاة نعم الشاهد لكن أنت إذا صليت خلف إمام مقيم وجب عليك أن تتم صلاتك خلفه القول بأنك تصلي ركعتين مثلا في ظهر وتبقى جالسا إلى أن يأتي الإمام قول ضعيف وعلينا نحن أن نبحث عن يعني ما تطمئن إليه قلوبنا عليه حال إذا صليت خلف إمام أنا ما عودتكم أن أذكر لكم الخلاف إذا صليت خلف إمام مقيم وأنت مسافر وجب عليك أن تصلي وراءه صلاة كاملة حتى لو جئته وقص الله ركعتين وصليت معه ركعتين الظهر يجب عليك أن تقوم لتتم أربعة لأنها وجبت عليك تامة ما دمت قد اقتديت بإمام مقيم والمأموم يجب عليها أن يقتدي بإمامه إذا أتم الإمام صلاته تتم أنت صلاتك نعم أنا متوجه إن شاء الله إلى شيكاغو بس رح أقيم يومين بالتركيا بإسطنبول هل بحق للإفطار أو لطل صايم عليهم هذول اليومين كذلك أيها الأحبة من النعم التي أعطى الله هذه الأمة أنه أباح لها أن تفطر في سفرها أن تفطر في السفر ونفس السفر يجب أن يكون كما قلت لكم أن يكون السفر أكثر من مرحلتين يعني أكثر من سبعين إلى ثمانين كيلة وأن يكون السفر إما مباحا أو سفر طاعة إذا سافرت فقد أباح الله لك أن تفطر لكن هل الأفضل أن تفطر أم الأفضل أن تصوم الذي تطمئن إليه النفس أنك إذا كنت مستريحا مستقرا وسفرك مريح وأنت تجد نفسك نشيطا صم والله إذا وجدت نفسك في شيء من المتاعب أفطر حتى وإذا أردت أن تفطر وأنت ليس عليك شيء من المشقة أفطر إنما أقول الأفضل الأفضل لبن كان يعني مستريحا جالسا الأفضل له أن يصوم لكن لو أراد أن يفطر يفطر الرخصة قائمة بالنسبة له الرخصة قائمة ما دام أنه سافر توكل إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يفطر أنت ستقيم في هذا البلد الذي تقف فيه وترك يومين لا بس أن تفطر فيها لأنك في حكم المسافر هذه عبارة عن طريق تنتظمها تسلكها سلوكا في ذهابك إلى كما تقول إلى شيكاغو في أمريكا فإذا حتى لو بقيت يومين في تركيا وأنت تريد أن تصوم إن أردت أن تصوم وأنت مستريح فهو أفضل إن أردت أن تفطر افطر ولا شيء عليك بارك الله فيك بسم الله أم قمر من المغرب تقول يا شيخ ما حكم زوج تزوج بزوجة ثانية ولا يعدل وتركته زوجته الأولى لا يعطي حقها كزوجة مدة ست سنوات ينفق عليها وعلى أولاده فقط أولا نحن لا نحرم ما أحل الله ما من شك ولكن المسألة تحتاج إلى أن تتهيأ أيها المعدد نفسيا أولا تقوى من الله أن تراقب الله لأن يجب أن تضع بين عينيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من لم يعدل بين زوجاته جاء يوم القيامة وشقه مائل يفضحه الله أمام الخلائق فالشاهد في الأمر إذا أردت أن تتزوج بالثاني يجب عليك أن تلاحظ أمور أولا تقوى الله عز وجل الثاني أن يكون لديك استعداد كامل بأن تقوم بحق كل من الزوجتين فيما أوجب الله عليك أكلا وشربا ولبسا وسكنا وكل ما يجب على الزوج أن يفعله وكذلك بيتوته أن تبيت عندها في بيتها تبيت في بيتها في غرفتها الناس على حسب أحوالهم إذا كان لها بيت مستقل يسمى أن تذهب أن تبيت عندها وإذا لم يكن عندها بيت مستقل وأنت واضعها في غرفة من الغرف يجب أن تبيت عندها أما الأمر الآخر فهذه يعني لا تملكها وإنما اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك العدل من حيث الإنصاف بين الكل أما الميل القلبي قد يميل هذا ليس لك هذا إلى الله عز وجل وكون هذا الرجل يبقي زوجته ست سنوات لا يلتفت إليه وقل له بس أنا أعطيتك أكلوا شربوا سكوتي وامكذوا هنا لا لا هو آثم وعليه أن يتق الله وأنت إن تكرمت أن تسامحي فجزاك الله خيرا سامحي وهو عليه أن يعود إليك مرة ثانية أنوار من فلسطين تقول بخصوص صيام النوافل إذا نسي الصائم وأكل هل يكمل صيامه أو لا من أكل أو شرب ناسيا سواء كان في صيام الواجب أو في صيام نافلة فإن السنة في حقه أن يحمد الله على موهبة الله له يقول عليه الصلاة والسلام إذا أكل المسلم هو صائم إذا أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه الذي أطعمك هو الله والذي سقاك هو الله وبسبب هذا النسيان أكلت أو شربت أتم صومك وأكلك وشربك وأنت ناس هذا يعني منحة من الله عز وجل طيب لو أنك تعلم أن فلانا صائم وبعدين بدأ يأكل أمامك أو يشرب وأنت بجواره ماذا تفعل هل تقطع عليه هذه المنحة من الله أو أنك تذكره يقول أهل العلم إذا كنت تعلم من حال هذا الذي عندك أنه من الأتقياء الصالحين وما دخل في الصيام إلا خوفا من الله ورجاء فيما عند الله وليس من أولئي المتلاعبين الكاذبين الذين يظهرون للناس أنهم صيام وهم في حقيقتهم مفطرون إذا كنت تعلم الحمد لله إذا كنت تعلم من حاله الصلاح والتقوى أسكت أسكت يا أخي وإذا انتهى قل له يا أخي ألست صائما يقول الله صحيح أنا كنت صائم قل إذا صيامك صحيح لكن إذا كنت تعلم من حاله التلاعب وكل واحد له أحوال وقراء تبصرك بحاله في الجملة ألا تقرأ قلبه لكن الظواهر تدلك على بعض الأمور إذا كنت تعلم في شيئا من التلاعب والتساهل فإذا رأيت ويأكل أشهر ويقول اتق الله يعني لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحضيه من أسبانيا سؤالي أنني اشتريت عقد عمل لأسبانيا نصف المبلغ كان ربا وأنا تبت فهل توبة مقبولة؟ الله عز وجل قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله والله يقبل التوبة ما دمت تبت يا أختي الحمد لله احمد الله أن رزقك الله عز وجل التوبة وليس عليك شيء لأن التوبة تجب ما كان قبلها الإنسان إذا تاب أيعاد إلى الله لكن بشروط التوبة يا أحبابي يعني من شروط التوبة أولا أن يندم على ما مضى الأمر الثاني أن يعزم على أن لا يعود الثالث أن لا يفكر يعني يفكر في مجرد التفكير يعني فيما مضى إذا لا بد له أولا أن يقلع عن الخطأ وأن يندم على ما مضى وأن لا يفكر في العودة مرة ثانية إليه لأن الذي يتوب من شيء ثم تبدأ نفسه تذكره والشيطان يدخل عليه ألا تذكر أيام كذا ألا تذكر يوم أن كنت كذا ويبدأ يحرق فيه كوام السوء والفحشاء والمنكر والشهوات والبلاء ثم ما زال يعرض عليه ويحاول أن يزينه له إلى أن يوقعه أنا يعجبني في هذا كلام الإمام بن القيم عليه رحمة الله فهو يخاطب التائبين يقول فإذا تجلت لك معالم الهدى وبصرك الله بالحق الذي يجب عليك أن تسلك فامضي ولا تلتفت فإنما يوهن العزائم كثرة الالتفات يعني التفكير فيما مضى ومحاولة يعني استرجاع الماضي بشيء من الاستحسان وليس بشيء من الندم ثم قال ألم ترى أن الله قد وهب الغزال سرعة لا يستطيع كلب صيدي أن يلحق وهذا صحيح سرعة الغزال يأسرع من كلب الصيدي بكثير هذا شيء مشهود قالوا ولكن الغزال يلتفت إلى الوراء فيرى الكلب وقد أخرج أنيابه أخرج أنيابه وأظهر مخالبه أي نعم وهو وراءه فتخور قوى وتضعف همته ويخاف حتى يدركه الكلب فيعقره فالذي يتوب ما يبعد يفكر في الماضي يفكر في نعمة التوبة ويفكر في متعة القرب من الله إن للعبادة والقرب من الله لذة ومتعة والله لا تعادلها تلك اللذات والمتاعب الطارئة وأنا قرأت للشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله يقول أنا قرأت كتب كثيرة وسمعت أشياء كثيرة وما وجدت أعظم من حكمة قرأتها يقول إن يعني لذة المعصية هي سويعة بسيطة يعقبها ألم شديد طويل ومشقة الطاعة ربما كان فيها شيء من ربط النفس ولكن تعقبها متعة ولذة طويلة المدى وهذا خير أي نعم المعصية تذهب ولكن تبقى آثامها وآثارها على القلب والنفس والتفكير وقد يكون لها آثار حتى على الإنسان نسأل الله السلامة والعافية في بدنه في آله يعني مثلا الذي يشمت من الناس الذي يشمت يمكن يسلط الله عنه لا تشمت بأخيك عافيها الله ويبتليك فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم فعن شرع الإله استفت دوما وأكثر من سؤال المصلحين أحبتي وإخوتيها أنا ذا أعود إليكم اللهم عونك وحفظك وهذا الواتس الجديد أحلام من المغرب السلام عليكم شيخ الجليل عمري أربعين لم أتزوج بعد إذ أنني مصاب بالحول لا يتقدم أحد لخطبة أرجو أن تدعو لي بأن يصلح الله حالي جزاك الله عنا خير الجزاء أسأل الله أن يوسر أمرك يا ابنتي وأن يوسر أمر كل فتاة مسلمة تبتغي العفة في أرجاء الأرض أسأل الله لها العفة نعم أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مسكينة امرأة بلا رجل ويقول مسكين رجل بلا امرأة والمرأة لا بد لها من هذا الطريق الطريق الذي ارتضاه الله لها وهو طريق الزواج أما ذاك فهو طريق الشتاة والقتل للنفس والحاضر والمستقبل المهم أسأل الله لك التوفيق والأمر الثاني ابنتي يعني الحاول أصبح من الأمراض السهلة التي يعالجها الأطباب بيوسر وسهولة فعليح لعل الله أن يوسر لك ما تستطيعين به يعني أن تعملي هذه العملية الخفيفة التي أصبحت عند كثير من الأطباء المتمكنين في أمراض العيون يعالجونها بسهولة إن شاء الله والأمر الآخر لعل الله أن يوسر لك من يرضى فيك ما هو أعظم من الحول وهو الدين وطلب العفة والصلاح والاستقامة ونذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تريبت يدك وكم وجدنا في حياتنا أناس ربما كانت زوجته ليس فيها من الجمال ذلك الجمال الباهر ولكن تعلقه بها تعلق غير عادي وإذا ذكبت وجدت وإذا العلاقة الربانية التي تمت بينهم التعاون على الطاعة التعاون على الخير العفة الأمانة الصلاح تعمل ما يطيب خاطر زوجها وهو يعمل ما يطيب خاطرها العلاقة ارتقت بينهما إلى هذا التواصل التواصل الروحي والأمر الآخر حتى من الناحية الفيزيولوجية يعني المرأة ترتبط بالرجل ارتباطا ليس بالأمر الهيئ نعم لكن ليس هذا علي حال أسأل الله يا ابنتي أن يوسر أمرك بحوله وقوته أم يونس من أسبانيا تقول أنا عيش في أسبانيا وأخري زكاه من نقودي في المغرب إذا لم أذهب هذه السنة هل يجوز أن أخرجها من نقدي هنا عندما أخرج زكاة اعتدت أن أعطي جزء منها لعمي مع العلم أني أعرف أشخاص أشد حاجة هل يجوز أن أحج لشخص آخر لا يقربني لسبيل بينه قرابة نجيب عليها واحد واحد الزكاة إذا كان مالك أولا من حيث القاعدة أين يزكى المال وأين سزكى النفس زكاة عيد الفتر المال يزكى حيث يكون المال إذا كان مالك في المغرب زكيه في المغرب ليه؟ لأن الناس يرون مالك في المغرب ويسمعون عن مالك في المغرب فالفقراء يعلمون بهذا المال فأنت تخرج هذا الحق ليعطائهم هناك إذا كان مالك في فرنسا الأصو في إخراجه هناك للفقراء الموجودين هناك لكن إذا أردت أن تنقل زكاتك من بلد إلى بلد يجوز إذا كان له سبب مثلا مالك في فرنسا وأنت تعرف فقراء وقد يكون هؤلاء الفقراء بينك وبينهم قرابة سواء قرابة عن طريق الأم أو عن طريق الأب إنعم ومحتاجين حاجة كبيرة لهذه الزكاة وتريد أن ترسليها من فرنسا إلى المغرب لا بأس بذلك يعني نقل المال نقل الزكاة من بلد إلى بلد لا بأس به إذا كان ثمة سبب يدعو إلى ذلك لا بد من سبب السؤال الثاني تقول عندما أخري الزكاة اعتدت أن أعطي جزء منها لعم طيب عمك إذا كان من الذين يصدق عليه مص من أوصاف الأوصاف الثمانية ما يكون فقيرا أو مسكينا أو مدينا يعني الغارمين عليه دين لا بأس أن تعطيه حتى ولو كان عمك لا بأس أن تعطيه لكن إذا كان عمك مليئا وإنما تريدين فقط أن تتجمل عنده وهو غني لا هذا حق الله في مالك لهؤلاء الفقراء يجب أن تعطي هذا المال للفقير فلا تعطيه للغني أبدا إلا إذا كان يستحقه نعم هل يجوز تقول معني أعرف أشخاص أشد حاجة المهم إذا كان عمك محتاج وهؤلاء الأشخاص أشد حاجة ولكن عمك محتاج يعني يصدق عليه أنه ممن يأخذون الزكاة إما فقير أو مسكين أو عليه ديون ولكنه لك من هو أشد اقسميها اعطي هذا قليل وعطي هذا جزء بارك الله لك في مالك يا بنتي هل يجوز أن أحج لشخص آخر لا يقربني يعني إذا كنت قد حججت عن نفسك وأردت أن تحجي عن رجل عرفت فيه الصلاح والاستقامة أو كان سببا لهداية زوجك أو صاحب معروف قديم عليكم أو كذا إلى آخره لا بس الله تساكي خير لكن الأقربون أولى بالمعروف إذا كان عندك من أقاربك من يحتاج أن تحجي عنهم أمك يا أبيك بشرط الحج عن الغير لا بد أن نراعي شيئا الشيء الأول أن تكون أنت قد حججت عن نفسك الثاني أن يكون من يعني لا بد أن يكون من يحج قد حج عن نفسه والأمر الثاني أن من تحجين عنه إما أن يكون متوفى مات أو في حكم المتوفى ما أن في حكم توفى مريض لا يستطيع أن يتحرك من مكانه لكبره أو مرضه لا بأس عبد الرحيم من شاد يقول ما حكم التسويق الشبكي تشتري بضاعة وتعمل دعاية إذا واحد يشترى من نفس البضاعة الشركة بتحول عليك مبلغ في حسابك ما حكم هذا يا شيخ في الصلاة الترويح مع الإمام هل يجب الاقتداء بعد كل تسليم أم الاقتداء الأول بس يكفي طيب أولا بالنسبة للتسويق الشبكي طبعا له عدة صور التسويق الشبكي والتسويق الهرمي والتسويق أنا أقول لهم لا بأس إذا اشتريت من متجر ثم اتفقت مع المتجر أن تأتي أنت بعميل أو عميلة أن يأتي الرجل أو المرأة بعميل أو عميلة ليشتري من في مقابل كونه ربط هذا المشتري بالمتجر لا بأس أن يأخذ في مقابله لأن هذه أجرت ما نسميه بالوساطة يعني وساطة يتوسط بين المتجر وبين من يأتي به ليقنعه بالشراء لكن الثاني يعني هذا الذي اشترى وأخذت بسببه مبلغ هذا الثاني لو جاء برجل أو امرأة لتشتري أنت تأخذي منه تأخذي لماذا لعب ضحك على الناس في هذه الوسائل وفي آخرها يعني للأسف الشديد يعني الناس يتبعون كل زاعق وناعق الأسف الشديد ولا يلتفتون لأنفسهم ولا ينضبطون بضوابط القواعد القواعد الشرعية في التعاملات المالية لا بد لنا إن لم تكن عالما فاسأل حتى يطمئن قلبك التسويق الشبكي في جملته لا يجوز إلا إذا أتيت أنت بنفسك بواحد ودللته على المتجر أنت بنفسك لا بس أما من يأتي به الثاني ومن يأتي به الرابع والعاشر تأخذ هذا أخذ لمال بدون حق وبدون جهد أنت بذلته يا شيخ في الصلاة تروح مع الإمام هل يجب الاقتداء بعد كل تصريم الاقتداء الأول يكفي إذا نويت الاقتداء بالإمام في أول الصلاة يكفيك هذا إلى نهايتها ولا يحتاج منك في كل مرة اللهم إني نويت أن أقتدي مع الإمام الرقعتين الثانية الثالثة والرابع الخمسة يا أخي قل أتعلمون الله بدينكم النية محلها القلب وقد انعقد اقتداءك بالإمام في بداية صلاتك فاستعم بالله واقتدي به حتى تنتهي ولا شيء عليه بسم الله بس هل فضيلة الشيخ عن أجر أو ثواب المعتمر في وقت الصيام يختلف عن بعد الصيام مثلا بعد صلاة المغرب والتروحي إلى آخره يسألني ابن الحبيب عن هل الأفضل أن أؤدي العمرة وأنا صائم أو أؤديها بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة التروح انتبهوا لقاعدة مهمة أقولها لكم المشقة مشقتان مشقة مقصودة يعني أنت تشق على نفسك تركب المشقة والثانية المشقة التي تأتي تصاحب عملا عاديا مثال واحد يقول أنا أريد أن أعتمر إذا اشتد الحر يعني في وقت القيلولة في الساعة الواحدة أو الثانية لكي تلسعني الشمس وأنا أطوف بالبيت ليكون ذلك أكثر أجرا هذه مشقة مقصودة ليس لك أجر فيها ليس لك أجر في هذه المشقة المقصودة أنت تقصدت أن تكون عمرتك في وقت القيلولة وأنت صائم وفي وقت شدة الحر وتظن أنك بذلك أكثر أجرا مما لو فعلتها في الليل يا أخي المشقة المقصودة لا أجر فيها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي حافيا راجلا يمشي وهو حافي وعلى قدميه في الحج قال ما لهذا يمشي حافيا راجلا قالوا يا رسول الله نذر أن يحج حافيا راجلا يمشي على رجلين وأن يكون حافيا لا ينتعد فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليركب ومروه فلينتعل فإن الله عن تعذيبه نفسه لغني إذن نحن نقول يا أحبابي بأن المشقة المقصودة ليس لك فيها أجر بل أبذل جهدك في سبيل أن تؤدي عبادتك في الوقت الذي أنت مستريح فيه طيب لكن فرضنا أن قافلة جاءت والقافلة كلها دخلت كلها في هذا الوقت وما عندها إمكانية أن تطوف وتسعى إلا في هذا الوقت هذا ليست مشقة مقصودة هذه جاءت لأن الظروف لأن الملابسات لأن القافلة لأن المجموعة يعني ما تقصد هو أن يأتي في هذا الوقت لكي يعذب نفسه لكن هذا هو المتاح إذا أتيح إذا جئت في هذه الحالة وأصبت بشيء من المشقة أنت مأجور فيه حتى عندما لكن أنت حاول أن تريح نفسك حاول أن تريح نفسك إلا إذا دعتك الأمور والملابسة الإنسان لا يتحكم في كل شيء في حياته نعم قد يخرج الإنسان بسيارتي مثلا خلوني أمثل ببعض المناطق الموجودة مثلا من أبهى إلى مكة ليعتمم وفي الطريق تخربت عليه السيارة وتعرض لشيء من المتاعب وراح جيب المهندس حتى يصلحها ومكث فترة وتأخر وكذا هذه مشقة ما هي مقصودة لكن له في ذلك أجر لأنه خرج معتمرا ولم تكن المشقة التي جاءته مشقة هو قصدها وإنما جاءت بلا اختياره وهكذا إن شاء الله تكون الأمور واضحة ولهذا أنا أقول لك يا أبني حاول أن تذهب للعمرة في وقت تكون فيه مؤديا للعمرة وأنت مستريح وأسأل الله لي ولك التوفيق نعم أنا عملت عمرة وحليت الإحرام ونويت أحرم من اليوم الثاني هل أذهب للميقات عشان أحرم أو من نفس مكاني من نفس مكاني في مكة يعني عملية قضية أن يأتي المعتمر بعمرة أخرى أنا أعلم ما عند بعض علمائنا الأفاضل الأكارم المباركين أنهم يقولوا لا يفعلها لكني أنا لي رأي مع من يقول مع من يقول بجواز ذلك ودليلنا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم وأن يذهب بها أخوه عبد الرحمن بعد أن كانت قد حجت قارنة يعني حجت واعتمرت ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأخي أذن لها أن يذهب بها أخوه عبد الرحمن إلى التنعيم وأن تحرم المهناك وتأتي بعمره فالمسألة فيها سعى يا إخواني واحد جاء من آفاق الدنيا يعني وإن كان السائل من أبنائنا وفقه الله وبرك فيه لكن قد يسألك من جاء من آخر الدنيا من إندونيسيا من ماليزيا من أقصى الشرق من أقصى المراجع من كندا جاء من يعني من أقاصي أفريقيا من شاد من سيرليون إلى آخره جاء فيه مسكين حتى وصل وله أب قد توفي ويريد أن يعتمر عنه بعد أن يعتمر عن نفسه أقول أعتمر عنه ولا عليك بارك الله فيك لكن من أين يعتمر ما دام قد أنشأ العمرة في مكة لوالده المتوفى أو لأمه المتوفى فقط يذهب إلى التنعيم يعني إلى أدنى الحل سواء ذهب إلى التنعيم أو ذهب إلى الشميسة أو ذهب إلى جهة عرفات من حيث نهاية أي نعم يعني يذهب إلى أدنى الحل يذهب إلى يخرج من حدود الحرم إلى الحل أي نعم ويحرم من هناك ويدخل ولا شيء فيه إن شاء الله وأسأل الله أن يكتب له أجرا لنفسه حيث اعتمر وفي العمرة الثانية أن يكتب الله لأبيه أجرا وله كذلك لأن الدال على الخير كفاعل فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله فعن شرع الإله استفت دوما وأكثر من سؤال المصلحين فعن شرع الإله استفت دوما وأكثر من سؤال المصلحين أحبتي وإخوتي الحمد لله الذي يجمعنا في هذه المجالس الطيبة وأسأل الله أن يأجرنا فيما نقول أن أجركم وأن تستفيدوا مما تسمعون ونسأل الله أن يجمعنا دائما على الهدى والتقى وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى وأسأل الله أن ينفعنا جميعا في هذه الأيام الطيبة المباركة وأن يغفلنا ولوالدين أجمعين والآن مع أستمر مع أسئلة أصحاب الواسل لأن حقيقة يا أحبابي جاءتنا أسئلة كثيرة جدا بلال صالح من مصر هل يجوز العمل في شرم الشيخ هذا شرم الشيخ قطعة من أرض الله في أي مكان أنا أقول لك يا أخي إذا كنت تعمل عملا صالحا لا معصية في اعمل وإذا كنت تعلم أنك تعمل معصية لا تعمل في أي بقعة في الدنيا الإنسان يجب أن يحاسب نفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا ولا نريد أن نعمم لكل يعني المكان الفلاني يحرم العمل فيه ليه يحرم إخي ربما وجد الإنسان عملا صالحا أي نعم ولا تغتر يعني المهم قس نفسك قس نفسك بما ترضي به ربك أن تعلم إذا كنت تعلم أنك تعمل في هذا الموقع عملا طيبا تؤدي في عمل من الأعمال المباحة شرعا تسترزق فيها تأخذ من ورائه أجر من عمل مباح أباحه الله لك اشتغل في أي بقعة في الدنيا يا أخي إلا في البلاد اللي بينه وبينه حرب كذا تركوها هذه البلاد ما لنا علاقة وليس هذا مجال الحديث عنها إنما نحن نقول أما ما عدا ذلك أنت بنفسك أما إذا كنت حتى لو كنت في أقدس بلاد الله لو كنت في أقدس بلاد الله وأنت تعمل عملا سيئا فاسدا لا يجوز لك بارك الله فيك حاسب نفسك تقول أنا عايشة بهم ما يعمل به عايشة بهم ما يعلم به إلا الله أنا عايشة بهم ما يعلم به إلا الله وأنا أفكر بالانتحار ودائما دائما أدعي أني أموت بكير ما بدي شيء غير أموت ادعي لي يا شيخ ربي يفرج همي ويفتح لي أبوابه يا بنتي طبعا هي لم تذكر اسمها يا بنتي لا تسيء الظن بالله يا بنتي مفاتيح الفرج قريبة ولكن قربها بمقدار ثقتك بالله وبمقدار يقينك أن الله لا يرد من سأله يا بنتي أليس الله هو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وطريق هذا طريق الوصول إليه تقوى الله تقوى الله التفتي لنفسك الله بارك فيك انظري ما هي العلاقة التي بينك وبين الله هل الباب سألك صلاتك صيامك حجابك عفتك ما تأكل منكر ما تأكل سبب في ظلم يا حد ما أنت متسبب فيه إلى آخر حاسب يا نفسك أنت اتق الله ومن يتق الله إيش معنى يتق الله يجعل بينه وبين الشيء الذي يغضب الله سد ما يمكن يقترب منه وفي طاعة الله نشيط اسمعي وعد الله ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إذن مفتاح الفرج قريب قريب جدا والله قريب منك وهو أعظم فرحا بتوبة عبده من رجل فقد ناقته في صحراء لا ماء فيها ولا مرعى وذهبت ناقته وجلس تحت جذع شجر ينتظر الموت وبعدين نعس قليلا ثم فتح عينه وإذا بناقته فوق رأسه فمسك خطامها من شدة الفرح وقال يا رب اللهم أنت أنت عبدي وأنا ربك يقول عزم أخطأ من شدة الفرح لأنه وجد ناقته قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي عادت إليه الحياة وقد استيقن أنه هالك ليست عندنا مشكلة الفرج قريب والهم يزول لكن يحتاج أسباب أول سبب أن نجعل بيننا وبين محارم الله سد نتق الله أن تكون طاعة ليل الله مستقرة مستقيمة والله يفرج الله همك ثم قول يا الله ولن يردك الله لأن الله قد وعدنا ووعده حق فقال أدعوني أستجب لكم هو الذي أمرنا وهو الذي وعدنا من الذي أمرنا بأن ندعوه هو قال أدعوني أدعوني أدعوا ربكم أدعوا ربكم قال أستجب لكم هو الذي أمر وهو الذي وعد ووعده لا يخلفه إن الله لا يخلف المعاد فرج الله همك وهم كل مهموم ونفس كربك ألا تفكري في قضية انتحار وغيره هذا ما يفعله إلا ضعيف الإدارة الإرادة ضعيف الشخصية أنت لا أنت أكبر من ذلك بكثير استعيني بالله أنت إن شاء الله مباركة بس انتبهوا لما قلت لك انتبهي وستري من الله ما يسرك قريبا افعلي تجي النتيجة لا بد ما حكما يقول كلام الفاعش في رمضان وغير شهر رمضان وهو به مس من الجن أي لسه بحالة الطبيعية على أي حال إذا كان مجنونا فقد رفع الله القلمة عن ثلاثة هكذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام ومنهم المجنون حتى يفيق يعني إذا كان الإنسان مجنونا وقال كلاما سيئا الله لا يؤاخذه لاعم لا يؤاخذه الله عز وجل هذه من رحمة الله أي نعم يعني ثلاثة لا يؤاخذ منهم المجنون حتى يعود إليه عقله ورشده علي من مصر مال الزكاة عند حسابها ليجب إخراجها كاملة بعيدا عن المال الأصلي مع العلم أنني لا أملك مال سايل بل بضاعة وإخراج المال بصورة مباشرة ليس في القدرة أنا أقوم بحساب الزكاة وأقوم بإخراجها على أجزاء على مدار العام اسمعني يا حبيبنا علي أولا الله يبارك لك في تجارتك يا ولدي أسأل الله لك التوفيق لكني أنصحك ما دمت لا تستطيع أن تخرجها دفعة واحدة في نهاية العام ابدأ من بداية العام وليس من نهاية العام كلما يسر الله لك شيئا من المال تخرجه من نصيب الزكاة أخرج والله جاء خمسمائة جني أطلعها ثلاثمائة جني أخرجها ميتين جني أطلع ألف جني أطلع يعني هكذا وهكذا أتسجلها لأن تقديم الزكاة جائز وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يقدم الزكاة السنة والسنتين فأنت بهذا تقدم الزكاة إذا جاء في آخر العام إذا كان قد صرفته على مدار العام غطى ما يجب عليك أن تزكي بعدما تحسب أموالك تطلع على الاثنين ونصف المئة طلع المبلغ الفلاني انظر ماذا صرفته والله إذا وازى خلاص انتهى إذا كان أقل أخرج الباقي أخرج الباقي إذا كان أكثر يحتسبه عند الله عز وجل تكون قد أدبيت الزكاة والباقي صدقة وإذا تصدقت فاعلم أنك أنت الربحان أنت الرابح والله أنت الرابح يقول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزيد بل تزيد بل تزيد الحقيقة لما واحد يسمع بل تزيد بل تزيد يظن أن هذا كلام من باب الحث والله رأيناها يا أحبابي ويا إخوتي في أناس كثر في حياتنا كثير والله ما زادهم إحسانهم إلا من الله فتحاً وتيسيراً والله إن غيرهم أكثر منهم ذكاء وفطنة وحساباً وقدرة لكن هو أكثر منهم صدقة وفضلاً وعطاء وهو فتحت عليه وأولئك على قد شدتهم يعني ما ماشي الأمور معهم فالشاهد في الأمر أبداً والله وما من يوم تطلع فيه شمس إلا وملكان يقولان اللهم أعطي منفقاً خلفاً وممسكاً تلفاً اللهم اجعلنا من المتصدقين الصادقين اللهم آمين عندي استفسار بخصوص رياضة السباحة في نهار رمضان وماذا عن الماء إذا دخل عن طريق الأنف ووصل إلى الحلق دون أن يكون هناك بلع للماء الله ما أدري يا أولا إذا كان سيصل إلى حلقك وتستطيع إخراجه يعني تتحكم فيه الذي يعلم أن الماء إذا وصل إلى الحلق ما يستطيع أن يتحكم الإنسان إلا بجزء إذا تيسر له شوف يا أخي الحبيب إذا كنت تريد أن تتروض أو تلعب برياضة السباحة أو تسبح لا نحرم عليك لكن بشرط ألا يتسرب الماء من أنفك ولا من فمك إلى معدتك فإن كنت قادرا على أن تضبط هذا الأمر ضبطا جيدا وتستعين بالله على ذلك لا نحرم عليه لكن إذا كنت من النوع الذي إذا دخل ماشى الماء وفتح فمه ومشت الأمور لا يا أخي أجل سباحتك إلى الليل فهمت كلامي وأعطيتكها واضحا أم بلاد من السعودية تقول في كل رمضان ما أقرأ قرآن كثير علشان أنا أسوي فطور الصائمين وهم معتمرين من مكان بعيد هل أفضل قراءة القرآن أو إفطار الصائمين العلماء عليهم رحمة الله تحدثوا عن أي العملين أفضل عمل لك أو عمل تقربه إلى الله في نفع الآخرين قالوا لا العمل الذي تقدمه في نفع الآخرين أفضل فأنت إقرأي ما تيسر لكن زيدي من العمل لإفطار الصائمين القادمين عن بعد الله بارك فيك يا أم بلال هذا عمل مبارك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم من غيره أن ينقص من أجره شيئا نعمة أن يكون للإنسان إحسان للصائمين يعني من فطر صائما ولو بشق تمرة فكيف بمن يعطيه وجبة تقويه على طاعة الله وبعدين يذهب يتفرغ لصلاة التراويح وأنت السبب خاصة إذا وضعنا أطعمة طيبة بشرط أن يكون فيها تبذير أنا في الحقيقة يعني أسمع بعض الذين يهاجمون هذه الموائد الرمضان يقول أولا فيها تبذير ويخرج منها يا أخي الكريم عالج عالج هذا الأمر بأن تقول لمن يبذر أو بمن تبقى عندهم مجموعة من الفتاة ولا يستطيعون الإفادة منها أو إرسالها إلى جمعيات التي تستفيدوا منها عالج هذه القضية لك لا تحارب هذا الباب اتقل لها في نفسك اتقل لها كثيرا لا تتسبب في حرمان الناس من الأجر وحرمان المحتاجين من الطعام رجائي يا إخواني أنا في تقديري أن هذه الحالات من الموائد التي نفطر فيها الصائمين قد يقول والله في بعض الناس يجيه ما هو محتاج يا أخي إن شاء الله لك أجر وهو يحاسبه الله ليس هذا وقد يكون الرجل أخيه عنده مال لكن تزاعله يا زوجة مسكين وخرج دور من يفطر يجيه يفطر عندك يا أخي بهذه الليلة كن ممن يتلقف هؤلاء فاشاهدوا في الأمر يا إخواني بعض الناس يرى من ثقب الإبراه إلى قضية معينة ولا يحيط بها إحاطة كاملة نعم أنا لست مع الذين يبذرون ولا مع الذين لا ما يجوز يجب أن نكون النعمة يجب أن ترعى وتحترم وتقدر نعم ولا يلقى منها شيء وتبقى الموائد مستمرة نعم أحبابي وإخوتي في هذه الأيام الطيبة المباركة أتوجه إلى الله يا أحبابي فأقول اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم أصلح أبنائنا وبناتنا اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين أو أرض الحرمين بسوء اللهم يا ربي فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واحمنا بحمايتك وتولنا برعايتك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك يا أرحم الراحمين وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله مع هدي النبي طريق هداية للحائرين هو النبراس والتبيان حقا يثبت قلبنا يحيل يقينا إذا ما عرمت أن تحيا سعيدا قرير العين صدرك مطمئنا فعن شرع الإله استفت دوما وأكثر من سؤال المصلحين فمن يلزم لأمر الله يحيا سعيدا هانئا دنيا ودينا ترجمة نانسي قنقر